وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استغابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصافى مدبولي ووزيرة التعاون الدولي شدد الرئيس السيسي على أهمية التركيز على تعزيز الاتثمار في رأس المال البشرية وتوفير الخدمات والحمال الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية كما أكد رئيس السيسي دور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه تناول الاجتماع جهود تعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والتنائية خاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر كما اطلع رئيس السيسي على تطورات تنفيذ منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص فضلا عن أهم ملامح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي وتطورات برنامج نوفي اشتركوا في القناة